بسم الله الرحمن الرحيم مرت علينا موارد يسقط فيها الأذان يجمعها يجمع تلك الموارد الجمع بين الصلاتين في عرفات ظهرا يجمع بين الصلاتين فيسقط أذان صلاة العصر في المزدلفة ليلة العيد يجمع بين الصلاتين فيسقط أذان صلاة العشاء في غير ذلك هنا في أي مكان يجمع الإنسان بين صلاتين أدائيتين كانتا أم قضائيتين أو أكثر من صلاتين يريد أن يقضي صلوات كثيرة فاتته يؤذن للصلاة الأولى ويقيم ثم يقيم للصلوات اللاحقة ولا يؤذن لها هناك موارد يسقط فيها الأذان والإقامة وليس الأذان فقط واحد ما لو سمع الإنسان أذان وإقامة شخص آخر هذا يحصل كثيرا في المنازل في البيوت أما الأذان فهو كثير الناس الذين تكون بيوتهم قريبة من بعض المساجد صباحا ظهران مغربان يسمعون الأذان المؤذن في المسجد أذن للناس الذين هم في المسجد أنا وأنت كنا في المنزل مثلا فسمعنا أذانه يكفينا هذا الأذان ولو فرض أنه أقام أيضا أتى بالإقامة في المكبر فسمعناه يكفينا نقوم ونصلي في المنزل من دون أذان ولا إقامة هذا إذا كان الأذان صحيحا جامعا كاملا إذا كان فيه نقصان لأنه هناك نقصان عنده مثلا الأحوط أن لا يكتفى به أو في المنزل شخص كثير كثيرا ما في المنزل الإنسان رايح يريد يصلي ولده أخوه أبوه أي واحد في المنزل واقف ليصلي يؤذن هذا هم وقف يستمع له يستمع لولده وهو يؤذن ويقيم خلص ابنه هو هذا الشخص يوقف يصلي إذا قيل له أذن وأقم يقول أنا سمعت سمعت ابني تو أذن وأقام وأنا سمعته هناك دليل خاص على أنه إذا سمع شخص أذان شخص آخر وإقامته وكان مضبوطين يكفيه ذلك هل يكفي سماع أذان المرأة فيه كلام في الفقهاء من لا يكتفي به ومنهم السيد الخوئي رحمه الله وربما فيهم من يكتفي به الأحوط أن يكون أذان رجل طبعا ليش؟ إذا أذن وأقام يحصل ثواب لكن ليس هناك استحباب مؤكد الاستحباب يخف بالنسبة له المرأة تكتفي بأذان الرجل وبأذان المرأة الرجل يكتفي بأذان الرجل والأحوط اللا يكتفي بأذان المرأة الصبح جايين الرجال والمرأة واقفين يجون يصلون صلاة الفجر مثلا الرجل قام يأذن الزوج أذن وأقام وزوجته قاعدة تستمع له لما انتهى هي بعد ما تأذن وتقيم أما لو انعكست الآية هي قام تتأذن وتقيم وسمعها هو الأحوط أن يؤذن لنفسه ويقيم هنا ذاكرين فارح بالمناسبة قايلين الأحوط أو ربما فتوى على رأيي السيد الخوئي رحمه الله اللا يكتفي بأذان المرأة حلالا كان استماعه أو حراما زين شنو حراما الحين حلالا زوجته واقفة أذن هو حلال يستمع لها حرام يستمع لأذان زوجته مو حرام أم أخته بنته بيبيته جدته رقم تسعة واقفة أذن هو قاعد يستمع لها مو حرام خلي يستمع هذا لا إشكال فيه أما لو فرض أن مرأة أجنبية وحدة جاية مرأة أجنبية بالبيت واقفة أذن أولا نسأل سؤال يجوز يستمع لها يحط إذان يرهف سمعه ويصيخ أذنه حتى يستمع الأذانها إذا هذا الأذان ما كانت فيه ريبة يعني صوتها كان أجش مثلاً أسوأ من بعض أصوات الرجال مثلاً بس يرججوها شنون تأذن شنون الخرابيط اللي قاعد تقوله شنون صايرة مضبوطة عدلة مو مسألة قاعد يستانس على أذانها والله أذنت أذان عدل من أول الآخرة هذا استماع حلال لأن صوت المرأة بذاته ليس أورة ليس استماعه محرمة نعم استماعه بتلذذ هذا لا يجوز يستمع إلى صوت المرأة الحين كثيراً ماهم الأذان لأن الأذان فيه ترجيع ويصعد وينزل وكذا فربما يحصل شيء مثلاً يحصل في قلبه شيء مثلاً هذا القلب الإنساني قلب يعني ليس شيء سهلاً التحكم فيه ولهذا القرآن الكريم يقول ولا يخضعن بالقول حتى لما تتكلم وي الرجل لا تلين صوتها لا ترقق صوتها فيطمع الذي في قلبه مرض أنا أسمع يقولون يقولون بعض النسوة القديمات ما للسنين الماضية كان إذا واحد دق باب البيت مثلاً وهي راحة ورى الباب تريد تقول مثلاً منه شو تريد تحط أصبعها في أنفها حتى صوتها يتغير يصير صوت كذائي يعني زين عمل زين هذا نوع من إزالة شبهة من إزالة ريبة أموماً الحين واحد سمع أذان رجل وإقامته يكفيه ذلك ولا يطلب منه أن يؤذن ويقيم إذا إنسان لا أذن ولا أقام متعمدين شي صير ما يصير شي غايته أنه فوت على نفسه أجراً وثواباً كثيرين مر علينا في الليالي الماضية أنه من صلى بأذان وإقامة رواية أي نص فيها من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ومن صلى بإقامة وحدها صلى خلفه صف من الملائكة ربما إلها مفهوم الرواية أنه لو لم يؤذن ولم يقيم لم يصلي خلفه من الملائكة أحد إذا يحب يصلون وراء الملائكة خلي أذن ويقيم نعم هاي إن شاء الله راح نذكرها بعدين أقب ما نذكر تفاصيل الأذان والإقامة هناك أمور محبوبة واحد منها أن يفصل بين الأذان والإقامة بأحد ثلاثة أمور إما بخطوة أو بجلسة أو بسجدة واحد من ثلاثة أشياء لما أذن خلص يتقدم خطوة إلى الأمام ويرجع المكانة أو يقعد ويقوم أو يسجد لله عز وجل ثم يقوم ما في ذكر معين نعم يستحب الدعاء بعد الأذان هذا وارد أن هناك موارد الدعاء فيها يستجاب يعني أقرب إلى الاستجابة موارد أمكن أزمن من ضمنها بعد الأذان واحد إذا أذن أو سمع الأذان مؤذن أذن خلص هذا من مواطن الدعاء يدعو الله سبحانه فيكون دعائه أقرب إلى الاستجابة إذا فرض أن المؤذن هذه أيضا صير المسألة وفرضه قاعد يأذن بالسماعة على المنارة وبالأثناء صار هو عالي كذلك هو قام يدفع صوت هذا المؤذن سمع إلى حي على الصلاة حي على الفلاح ما سمعها اختفت عليه فهو خلي يقول حي على الفلاح حي على الفلاح مثلا ثانية ثالثة اللي ما سمعها ثم ذاك رد يكمل قام يسمع يظل يستمع اللي ما سمعه هو يقوله أو نسى ذاك المؤذن نسية فقرة مثلا هذا يقولها الأذان السؤال السؤال هو أنه يصير نعتمد على أذان المنبه وكذا إذا المقصود بالاعتماد أنه نعرف أن الوقت قد صار هذا حسب حسب ما يعرف الإنسان عن هذا المنبه ونحوه إذا يدري ضابط هالوضع يعتمد وإلا فلا أما إذا أريد نقول هذا يكفيه في السماع مو معلوم هذا مسجل شيء سجل الآن الآن ما في أحد قعد يأذن ذاك اللي أذن قبل فترة سجل أذانه الآن هذه آلة جهاز فيه الصوت يعني مو معلوم يكفي الأذان يريد له قربة إلى الله سبحانه الآن هذا الجهاز ما عنده قصد قربة بالمناسبة ما دام شوي وصلنا لهنا الفواتح الفواتح كثيرا ما مثلا يجي قارئ قرآن يقرأ فيها وخش عمل عمل جيد الفواتح سابقا كان فيها أشياء جيدة يؤسف أن تلك الأشياء تقريبا راحت كثير منها راح كانوا يجيبون خطيب ثلاثة أيام لما قاعدين فاتحة خطيب يجي صبوح وعصر يقرأ لهم ثلاثة أيام وش يقرأ الخطيب بالفاتحة يقرأ مواعظ حكم يذكرهم بالموت يقرأ خطب مروية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام شيء حسن هذه في كثير من الفواتح ألغيت اليوم والله شنو فلان يجي وفلتان يجي ما أريدهم هذا وإذا أجي فلان وفلان هذا قاعد يقول الخطيب ما قاعد يقول شيء سيء قاعد يتكلم كلام حسن وإذا ذاك يضيق خلقه ما يعجبه لا يجي مو ضرورة يعني الإنسان لا يضيع عمل حسن لأجل أنه فلان شخصية يريد يجي فلان شخص جاء جاء ما جاء ملازم وجوده وعدمه سواء وربما كان وجوده مضرا هذه وحدة القضية الثانية اللي أيضا هم قلت أو شبه انتهت كان يجي شخص يقرأ قرآن يقرأ قرآن بالفاتحة ثلاثة أيام صباحا عصرا الميت يحص الأجر الناس القاعدين يستمعون فيؤجرون وهذا أيضا شيء حسن هذه أيضا تقريبا راحت صاروا بعضهم يحطون تسجيل وبعضهم حتى التسجيل ملغوا تسجيل أيضا ألغي فيه كثير وما بفايلة التسجيل هم أهون أهون أحسن من الترك لكن ما فيه ذلك الثواب ذلك الأجر لأنه الخطيء القارئ للقرآن شخص مؤمن وناوي القربة قعد يقرأ مدرك لما يفعل التسجيل شيء سجل قبل سنة سنتين عشر سنوات وذلك صاحبه راح لو ميت لو حي أي شيء كان الآن أكو جهاز قعد يقرأ يجي شخص يقرأ هذا شيء حسن مطلوب يعني أيضا هم كلمتين ثلاثة سنقولها الفواتح الفواتح أساسها شيء وارد في الروايات من عز مصابا كان له مثل أجره رواية فيها زين أن الإنسان يعزي المصاب فالغرض من الفاتحة أنه يقعد صاحب الفاتحة يجون المؤمنين إخوانا يعرفوا يعزو يسلو لا تتحول الفاتحة إلى شيء مثلا تشخص أو والله فلان جان وفلان ما جان وبعضهم يحطون آلة تصوير حتى يسجلون منه اللي راح ومنه إجا ليش يتصورون مش تردون من الناس اللي إجا إجا والما إجا ما جاء انتهى الأمر يعني صارت قضية تشخص هذا فاتحة جاء فيها ناس أكثر من ذاك مثلا هذا إجا بيها فلان وفلان ما إجا ذيك الفاتحة مو هذا الغرض أصلا مو هذا الغرض الفاتحة شيء يراد منه أن الميت يؤجر أما أن يقعدون ثلاثة أيام وهالكثر يتعبون هالكثر يقومون ويقعدون حيف على هالتعب هذا إذا صارت القضية للتشخص ووالله قعدوا فاتحة ومنه اللي كان يصب القهوة ولازم يكون لهم أشكال خاصة هذه ما صارت فاتحة هذه خرجت عن وضعها الأصلي فزين أن الإنسان يسعى يحاول إذا صارت فاتحة يجيب لقارئ قرآن ثلاثة أيام يقرأ يجيب لخطيب يقرأ لا تتحول لهالأمور فلان أجي وفلان ما أجي وهذا يزعل منه صير أشكال أمور ضاق خلقه ليش فلان ما أجي الفاتحة أنا رحت الفاتحة مثلا بعد ما أروح إذا صار عنده هالشكل صارت مو لله عز وجل صارت قضية تعارفات قضية مصالح تحولت لهالأمور نرجع لما كنا فيه إذا واحد سمع الأذان والإقامة من شخص يكفيه ذلك يعتمد ولا يحتاج إلى أن يؤذن ويقيم المورد الثاني الذي يأتي إلى المسجد إلى المسجد مثلا حين مثلا إله كلام يجي للمسجد خلي نقول يريد أن يصلي منفردة مقاصد يصلي جماعة فيرى الجماعة منعقدة أو منتهية لكن الصفوف بعد لم تتفرق ممكن مثلا قبل شوية اللي خلصنا الصلاة وقعدين يقرون دعاء كذا يجون ناش يريدون يصلون فرادة وشافوا الجماعة مخلصين بس الصفوف بعدها مو متفرقة يعني هيئة الجماعة ولو إجمالا حين ممكن أكو أربع صفوف صفين منهم رايحين ثلاثة رايحين لكن لا زال في هيئة صف مثلا لا زال جالسين خلص ويدري ذول مأذنين ومقيمين هو ما سمع أذانهم ولا إقامتهم ما سمعها لكن يدري مأذنين ومقيمين خلص هو يقف يكبر تكبيرة الإحرام ويصلي يكفيه أذانهم وإقامتهم هذا إذا منتهي أو لا بعدها الجماعة قائمة قاعد يصلون هو جائر يصل لفرادا زي المسألة يجوز واحد يصل لفرادا إذا كانت هناك جماعة قائمة يقول ليش ما يجوز هي صلاة الجماعة ليست أمرا واجبة أمر مستحب صلاة الجماعة شيء مستحب ممكن واحد عنده شغل عنده عمل مستعجل ممكن ما يثق بالإمام ما يريد يصلي وراء خلقه مو ملزم ما في الزام أنه واحد إذا راح إلى مسجد إلا يصلي وراء ذاك الشخص يقول أنا ما أعرف لهذا يعني مو بالضرورة يريد يشكك فيه يقولوا لأنت تشكك فيه هذا مو خوش آدمي يقول لا ما أقول مو خوش آدمي ما أعرفه ما أعرفه أو يعرفه مو خوش إنسان وما يريد يصلي وراء ما في الزام صلاة الجماعة عمل مستحب ويجوز لأي شخص أن يصلي منفردة نعم أحيانا أحيانا يتشكل وضع اللي يصير مثل نوع من مثلا نوع من التهمة يتوجه للإمام وفرض واحد يجي كل يوم مثلا كل يوم يجي بنص الجماعة يروح يوقفوا هناك مثلا وذولا قاعد يصلون هو يقوم يصلي بروحه ويقرأ بصوت عالي هم يسجدون هو يركع هم يركعون هو يسجد يسبب ربك يعني قاعد يسوي له مشكلة يوم يومين ثلاثة شافوا لا هذا قاعد يسوي شغلة معدلة يعني مبين مبين قاعد يرتكب قضية اللي فيها نوع من الضرب للإمام مثلا هذه فيها إشكال أما في الوضع الطبيعي في الوضع الطبيعي أكثر المساجد هالشكل اللي لم يكن كلها في جماعة قائمة في ناس ما يصلون جماعة بكيفهم ما يقدر واحد يروح يجبرهم يقولهم ما دام أكو جماعة إلا تصلون وياهم مو ملزمين يرجو يصلي بروحه مثلا زين الحين واحد دخل المسجد سواء الجماعة قائمة أو منتهين لكن الصفوف ما تفرقت بعده يسقط عنه الأذان والإقامة أما لو الحين مثلا هذا الوضع اللي احنا فيه اللي تشوفوه الحين الصفوف تفرقت مجموعة من المؤمنين قاعدين وفي مسائل تلقى الآن ليدخل ما في هيئة جماعة بعد يأذن لنفسه ويقيم لأن الجماعة تفرقت زالت هيئتها إذن فالمورد الثاني للسقوط هو ما لو أراد أن يصلي منفردا وكانت هناك جماعة لم تنفض بعد إلهى بعض الشروط وفي مورد ثالث يأتينا غدا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة